من تونس السيد حسان القبي الباحث السياسي سيد حسان بتصورك وفي ضوء ما رشح من أرقام ومعطيات حول هذه التحركات لدى بعض الكتل السياسية هل ترى بأن حصاد الأرقام يبدو حاضراً فعلاً للمضي بعيداً في هذه الخطوة تحت قبة الفلمان أولاً تحية إليك ومن خلالك لكل فريق العامل بقناة الغد تحية لعموم متابع القناة أينما كانوا حسابياً حسابياً حتى اللحظة بالحساب الفعلي بالأمضاءات لدينا 73 أمضاء زائد 16 أمضاء جيو 89 أمضاء هذا حسابياً ولكن حسب ما يتداول بين جميع الناشتين السياسيين وخاصة تصريحات النواب هناك من يتحدث عن 119 هناك من يتحدث عن 120 لا نعرف حتى اللحظة حقيقة كل الأمور مربوطة ومحسومة بما سيقرره اجتماعات حسب قلب تونس علما أن التسريبات التي تأتينا من داخل الاجتماعات الأخيرة سواء بالأمس أو الأمس تقول أن هناك عدد من النواب يضغط حقيقة لصحب الثقة من رشد الغنوشي وحتى ممكن للقرار الأخير الذي قد يذهب فيه رئيس حزب نبيل القروي ممكن أعطاء الحرية للنواب في التصويت سواء لصحب الثقة أو من عدمها لا نعرف حتى اللحظة القرار القرار الأخير لقلب تونس وحقيقة سوف يكون الفيصل قرار الحزب الأخير سيكون الفيصل في مسألة التنحية الغنوشي من عدمه ولكن النواب قلب تونس من الدخل يعرفون جيدا أن الأمور في تونس غير محسومة أن هناك لجنة منح ثيقة جلسة منح ثيقة لحكومة سيد مشيشي أن البرلمان في حد ذاته ممكن أن يحل ويجد أنفسهم بعد كل تلك الوهود الانتخابية التي قدموها خلال الحملة الانتخابية بعدم تحالف محركة الناضاء قد يجدون أنفسهم من جديد في الشارع من أجل استحقاق انتخاب برلماني جديد ولا أعرف ما هي الحجاج التي سوف يقدمونها لأنصارهم لذلك نقول أن الأمر حقيقة يعني محسوم للدقائق الأخيرة لا نعرف حتى الآن إن كان التصوير سيكون علنيا أم سريا كما كما دعت إدارة المجلس مع الألم أن القانون الداخلي لا يتحدث عن تصويت سري لا نعرف لماذا هذا التصويت السري سوف نتابع ولكن أعتقد أن رشد غنوشي أصبح أصبح شخصية تصادمية وشخصية عدم إجماع بين أكثر من فرقاء السياسيين حتى ما تابعناه في البرلمان أمس يعني تطاحن بين حركة التيار وحزب النهضة بخصوص يعني ملف المعطلين على العمل الذي لم تتذكره النهضة والتي تحكم منذ 2011 إلا اليوم تذكرت أن في تونس هناك معطلين على العمل ويجب عن البرلمان أن يعمل يعني كل هذا من أجل مساعدة السياسية سيد حسام فيضو هذه التطورات المتسارعة وهذا ترقب القائم ما رأيك في هذا الطرح يقول البعض بأن النهضة ربما داخليا تنضي إلى خطوات للتغيير للغنوش على وقع كل هذا الضغط السياسي القائم في البلاد وفي محاولة كذلك ربما لحفظ ماء الوجه أن تنضي هي لإزاحة الرجل بدل أن تنضي الكتل السياسية للإطاحة به هل من فرص أمام هذا الطرح فعلا في المشهد السياسي نعم بالفعل تعرف في حزب عقائدي الكل يسير حزب عقائدي في الحركة النهضة الكل يسير لو صح التعبير لا أعرف يعني يسير مثل القطيع ولكن لاحظنا في سابقة أولى حقيقة عند عند التصبيت على حكومة سيد جملي في حدث جوم في فرص نائب من النهضة لم يصوت للحكومة وهو أمينها العام المستقيل زياد العذاري والذي تحدث عن مشاكل حقيقية داخل النهضة لاحظنا حتى استقالات من قيادات كبرى مثل عبد الحميد الجلاسي مثل زبير الشهودي مثل عفتاح مورو يعني أمور النهضة الداخلية حقيقة ليست كما كانت متماسكة في 2011 صراعات عبدالطيف المكي ورشد الغنوش على رئيسة حركة معلومة للجميع نعتقد أن هناك شق داخلي في حركة النهضة إن كانت تصويت سريا وإن لم يمنعوا النواب من الحضور لأن هناك اليوم أحاديث في تونس تحدث أن رئيس الكتلة نوردين البحير سوف يطلب من النواب عدم الحضور لعدم الثقة لعدم الثقة فيما بينهم ربما إن كانت تصويت سريا هناك من سيصوت لإسقاط الغنوش لذلك هناك حديث حقيقي مسألة عدم الثقة بين النواب النهضة في حد ذاتهم قد تدعو رئيس الحركة وحتى رئيس الكتلة توجيه دعوة للنواب لعدم الحضور لأننا نعدم الثقة فيما بينهم مسألة داخلية مؤتمر النهضة القادم رئيسة غنوش للحركة كل هذا قد يجعل النواب من داخل النهضة يعملون داخليا على إسقاط رشد غنوش من البرلمان قبل إسقاط من رئاسة حركة النهضة ما دعنا التحركات على المسار الآخر التي تخاول النهضة المضي إليها بهذه المساعي للترهيب والترغيب هل تؤتي أكلها بتصورك نعم نعم يعني دعنا نقول أن حركة النهضة دأبت على ابتزاز العديد والعديد من الأطراف السياسية بالملفات حتى ما فعلته مع نبيل القروي يعني في الحملة الانتخابية الرئاسية الفارطة وإداءة السجن ويعني ابتزاز العديد بملفات فساد حتى تصريحات رئيس كتلتها الذي قال أن أجهات خارجية دفعت ملايين دولارات للنواب كذبه قيادي آخر في حركة النهضة وسامير ديلو الذي نزع كل النواب من هذه المزايدات وحتى اليوم هناك نواب قد يقدمون قد يقدمون في ظل كل ماراج من كلام حول شراء ضمام نواب داخل مجلس النواب قد يقدمون قضية ضد نور الدين البحيري في كل ماراج حقيقة هناك غضب من عديد من النواب بكل ماراج شراء ضمام لنواب المعارضة من أجل عدم التصويت أو وعد بمناصب حكومية أو شيء من هذا القبيل حقيقة هناك حديث كثير وكثير في هذا الموضوع ولكن حقيقة ما قاله سمير ديلو بخصوص تصريحات نور الدين البحيري عندما نزه نواب البرلمان من أي شراء أعتقد أنها صفعة داخلية داخلية من قيادي في حركة النهضة إلى قيادي آخر أو إلى رئيس كتلة حركة النهضة داخل البرلمان شكرا جزيلا على انضمامي كلينا من تونس السيد حسان القبي الباحث السياسي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة